اشتركوا في القناة منها معلومات عن الديجيتال لي والديجيتال لي ده جهاز في شبكة الكهرباء أساسي وعملنا به مشروع السنة اللي فاتت مع دفعة السنة اللي فاتت وهو مشابه إلى حد ما مع الارت يوم ومع البيالي سي البيالي سي هنا نقصد بها بروجرامة بالمجر الكنترول فهنتكلم شوية عن ديزاين بتاع الأجهزة اللي زي كده طبعا الناس اللي عملوا مشروع السنة اللي فاتت عرفوا شوية معلومات كويسة عنه انتو برضو عايزة بيكوا شوية معلومات هنا فالحصة دي هناخد شوية معلومات مكملة للكلام بتاع السكادة بتاع المرة اللي فاتت من وجهة نظر أمثلة سكادة سيستمز أخرى ومن وجهة نظر السكادة بتاعت الكهرباء بالصفة خاصة شوية واللي فيها الجزء مهم اللي هو جهاز الديجيتال بيبالي وبعدين ننتقل على بقية أنواع السكادة نحن نتكلم هنا على سكادة في شبكة كهرباء هنتكلم على سكادة في أبليكيشنز تانية منها هنتكلم شوية على سكادة في صوبة زراعية ودي من الحاجات المنتشرة دلوقتي اللي هو ده مشروع مليون فدان مليون فدان الصوبة بتبقى فدان فمليون صوبة يعني مليون فدان احنا هنتكلم شوية على الكلام ده طبعا احنا انتوا ملاحظين هنا في الكلام بأتكلم شوية على مشاريع قومية موجودة في البلد وانا مش هدفي منها حاجة غير ما اعرفكم ايه المشاريع اللي بتتموا واللي بتتنفذ واللي ممكن يحصل فيها شور لانه بعض الناس كات بتتكلمني من فترة فبتقول لي انا عايز اشتغل وبيتكلم على بتاع العربيات ومتصور ان هي بتاع العربيات فقط بطلو لأ فيه تانية كتير اه ده امبيدد سيستم لكن هم فيه تلات شركات كبار شغالين فيه في مصر لكن هم مش معنى ان انتوا حطين عينيكو عليهم معناها ان احنا مفيش امبيدد سيستم غير لأ فيه امبيدد سيستمز تانية كتير فانعايز اشرح لكم ايه الشغل الموجود ايه الحاجات اللي بتتنفذ ايه الحاجات اللي بتتنفذ بتصنيع محلي اه برضو عشان نبعارفين الدنيا ماشية فيه اه هنتكلم بعد كده على الاي او تي وعلى البي سي بي يعني فيه موضوعين لسه فاضلين عايزين نفتحهم هنمس موضوع الاي او تي شوية النهاردة وهنتكلم عليه بتفصيل اكتر في المحاضرات جاية ثم نتكلم اه او يعني معرفش لسه الترتيب ايه لسه المحتار في الترتيب شوية والبي سي بي اه لميت شوي الداتا والكلام اه مرتب كتير على البي سي بي عشان انتو دلوقتي عارفين يعني ايه بي سي بي يعني زمان كان الكورس ده كان فيه بي سي بي بمعنى تعريف يعني ايه بي سي بي انتو دلوقتي عارفين وعارفين يعني ايه تراك ويعني ايه باد والكلام الاساسيات دي عرفتوه فاحنا عايزين نتكلم عنها معرومات تانية مهمة ناخدها في الحزبان واحنا بالنزاين بي سي دي فنبتدي بشوية كلام احنا اتفاقنا ان الكلام ده انتريستنج لكم واتفاقنا ان هو مهم ومناسب لو انتو عايزين برضو تراجعوا حاجة انا ما عنديش مهمة انا ممكن احضر اي حاجة انا قاعد بالصبح اقعد عمال احضر موضيع كتير حضرت كل ما بقي من الكورس يعني على هذا الاساس وعندي سلايدز كتير اوي عندي فايلز كتير اوي يعني فيها كل الكلام ده وزيادة فبرضو لو انتو عايزين تراجعوا ان الكلام ده لا احنا عارفناها ده مش مهمة اوي احنا عايزين نعرف كذا بداله في نفس الاطار طبعا مش عايزين نعرف اي حاجة يبقى نقولها لكن احنا العنوان العريض اللي احنا بنتكلم عليه تحت عنوان السكادة وتحت عنوان الاي اوتي هو ريموت ميجرمت ريموت ميجرمت ان الميجرمت دلوقتي بقت ما بتتمش كلها على البنش بتتم على البنش لما يكون في اختبارات في معمل او حاجة عايزين نخلصها في معمل معين ونعمل شوية اياسات لكن الريموت ميجرمت اللي هو اللي بيعرض داتا لايف جاية من مواقع وبتتعرض قدام الناس المترأي باللي سيستم ده طيب هنبتدي بتعريف الديجتال بروتكشن رلي هو الجهاز ده ديجتال بروتكشن لي اجينست اوفر كارنت اند ايرث فولد في حاجتين مهمين بيحصلوا في الفيلد الاوفر كارنت والايرث فولد اوفر كارنت دي طبعا كارسة معناها ان الكارنت زاد وممكن يحرق الدنيا كلها الديجتال لي ده بيركب فين لو نرجع للرسمة اللي فاتت دي الرسمة اللي كنا عرضناها المرة اللي فاتت وقلنا ان ده الاخضر الاخضر ده هو ممكن يكون circuit breaker circuit breaker في سكة الفيدر يعني يفصل الفيدر او ما يفصلوش circuit breaker يستحمل طيار كبير يعني ده على كابل 11 كيلو فولد وده الديجتال لي اللي هو البلوك الاحمر اللي هو connected للCT اللي بياخد بيس يسق القارنت اللي ماشي ويعكسه على الديجتال لي والديجتال لي بيتحكم في الديجتال لي ده يفصلو Servus موضوع طبعا ما هو مش بسيط انك تفصل circuit breaker شايل 11 كيلو فولد ده كلام مش بسيط ما يتعملش إلا لما يكون متأكدين إنه هو المفروض يتعمل لأنك هتقطع الطيار عن مدينة كاملة أو حي كامل في القاهرة إحنا تكلمنا المرة اللي فاتت إنه ده بيسميها distribution point أو distributor اللي هو موزع موزع يعني إيه بيخشره كابلات عددها قليل شاي ل11 كيلو فولت ويطلع منها عدد أجبر عادة ده بيكون اتنين وده بيكون اتنين زي ما قلنا المرة اللي فاتت عشان يبقى فيه احتياطي واحد واحتياطي ليه النحية دي واحد واحتياطي ليه النحية دي وقلنا إن الناحية دي مفصولة على الناحية دي بحيث إنه هو كل نحية قايمة بأحمالها لكن ساعة الضرورة دي وقت ممكن أخذ أحمال من الناحية التانية وقفل ده فكل الدنيا ماشية ريدندنت بهذا الشكل الكابلات اللي داخلة هنا بتبقى أربعة بيطلع حوالي عشرين عشرين كابل فيدر رايحين يغزوا بقى مناطق مختلفة في السكة وهي ماشية بتغزي المحولات غرف المحولات دي فغرف المحولات دي ممكن تكون مثلا خمسة في الاتجاه ده وخمسة في الاتجاه التاني وسيرز مع بعض وصلين سيرز مع بعض فالكابل الفيدر الواحد ده بيغزي خمس محولات وكل محول بيغزي عدد كبير من العددات فدي دي منظر شبكة الكهرباء الموجودة فالدجتر ليه اللي احنا مرون هياخد قرار ويفصل الطيار ده ده جهاز الكتروني صرف ده جهاز الكتروني صرف بيركف شبكة الكهرباء هو تاني جهاز مهم يركف شبكة الكهرباء اول جهاز هو العدد طبعا يعني العدد هو اول جهاز الكتروني موجود في الدنيا كلها بعدد البيوت الموجودة باشكال مختلفة وفي المصانع وفي كل حد يعني ليه نقدر نقول رفلي ان كل دي بيغزي الف عدد يعني لو مصر فيها 35 مليون عدد يبقى فيها 35 الف دي جتر لي الكلام ده مهم برضو للناس فيه ناس بتيجي تسألني في تانية وفي تالتة بيقولولي احنا عايزين نفتح ستارت أب مثلا عشان نعمل روبوت قلت لنه هتعمل روبوت هتبيعه فين هو لازم تبصر من نظر الاقتصادية شوية الروبوت مشروع جميل بتتعلم فيه شوية علوم الظريفة لكن انا شايفه في الوقت الحالي هو مشروع تعليمي اكتر منه اي حاجة تانية ما هواش مشروع تجاري لكن الديجتر ليه ممكن يكون مشروع تجاري الهند هيلد يونيت اللي انتو عملتوها في سنة تانية ممكن يكون مشروع تجاري المشاريع دي كمشاريع تجارية مشاريع تجارية مناسبة جدا ليه؟ لانها مش بالماس بروداكشن الرهيب ماس بروداكشن الرهيب اللي هو بيتحط في كل بيت اللي هو نسميها كونسيومر إلكترونيكس زي التلفزيون وزي التكييف وزي العدات والمروحة وما إلى ذلك كل دول تعتبر كونسيومر إلكترونيكس حاجات موجودة في كل بيت فدي بتنتج بالملايين بل بالمليارات ودولة زي الصين عندها مليار بني آدم وشوية فلما تعمل اي جهاز هناك عندها سوق ضخم جدا تبيع فيه فلما تيجي تنفسها هتلاقي مشكلة كبيرة ان هو انتج ملايين فبيشتري الكمبونس اللي انت بتشتريها بضلار أو اتنين دولار هو بيشتريها بسنتات لانه بيشتري منها كميات كبيرة قوي فالماس برودكشن بيرخص السعر جامد فعشان تنافس المنافسة هنا صعبة قوي صعبة قوي ان انت توصل لانك تقدر تنافس منتج بهذا الشكل بسعر وتنفسه في السعر بيما لازم تقدم نوعه او جديد او فكرة جديدة تقدر تكسب بيها الكلام الموجودة وده برضو صعب لان المنتجات دي قتلت بحسا وان انت عشان توصل فيها لحاجة زي كده عملية صعبة احنا هنتكلم شوية عن السمارت ميتر وهناتكلم وانت بعضوكم عارف ان انا شغال في الموضوع ده وقدرنا ننافسه بالنفس الصين نفس الصين يبقى لازم عندك فكرة جديدة هو لسه ما جابهاش او عشان يجيبها هتحمل سعر زيادة فلكن السمارت ميتر لسه ما هواش منتج شائع قوي زي العداد العادي العداد العادي خلاص سعر محفوظ والدنيا محفوظة يعني صعب قوي انك تنافس فيه لكن حاجة لسه طلعة جديد تكنولوجيا لسه طلعة جديدة وانت هتنافسها تقدم فيها فكرة جديدة ممكن فلما تيجي تنقي سلعة عشان تعمل فيها بيزنس بداي ستارت اوب زي ما انتم بتقولو وعملت شركة صغيرة وتخرجتها وبعض ويحاول يشتغل وهو في اجازة سنة ثالثة انتوا دلوقتي تقدر تشتغل يعني بالمعلومات اللي انا عارفها ان انتم خبتوها ويعرفتوها لحد دلوقتي وعملتوا بيها مشاريع انا شايف انتوا تقدر تشتغل مشروع سنة ثالثة السنة الفاتت عمل جهاز زي ده الديجيتار اللي والديجيتار اللي ده جهاز فيه تلات بوردات على الاقل والتلات بوردات لينكد مع بعض زي ما هنتكلم دلوقتي ازاي يعني تقدر تعمل حاجات كتير او عملتوا هاندهيلد في سنة وعملتوا ديجيتار دي في سنة يبقى يتقدر تعمل منتجات كتير وانت في اجازة سنة ثالثة بس طبعا لا انصح ان حد يشتغل وينسى سنة رابعة لان طبعا في ناس عملت كده في ناس كتير عملت كده وده مش ركومندد على الاطلاق ان الشغل يجذبه وينسى يكمل السنة اللي فضلة وما يفضل طول عمره فني يعني طالب سنة ثالثة نجح في سنة ثالثة زي نجح سنوية عمل بتفرقش كتير المهم الاجهزة دي اللي هي الهاندهيلد يونت والديجيتار دي اجهزة بالالاف وليسد المالية يعني في نطاق مصر كله هي بالالاف فبالالاف ما فيهاش الماس برودكشن الرهيب قوي فيبقى الناس ما بتحطش فيها مارجن قليل يعني العداد البيزيك او العداد البري بايد اللي هو منتشر دلوقتي ممكن يكون المارجن فيه بالجنيهات ممكن يكون الشركة بتكسب العداد بحت خمسة جنيه او عشرة جنيه فبالتالي ما فيش مارجن فيه ان انت تقدر تكسب وتنافس الناس دي لكن لما تتكلم على ديجيتار اللي بالالاف او هاندهيلد بالالاف برضو او بالمئات ممكن تنافس لان هتلاقي الدزاين المارجن المحطوط ممكن يكون عشرات الدولارات او بنتكلم بالدولار ممكن يكون المارجن او الربح اللي هو فرق التكلفة المباشرة من ثمن البيع يعني الجهاز بيتكلف مثلا الفين جنيه ويتبيع بربعة تلاف جنيه يبقى فيه الفين جنيه فرق الفين جنيه فرق ده اللي بنسميه البروفيت مارج يبقى بالتالي ده ممكن يقبل انك تنافس ان انت بتحطش لنفسك مارجن الفين جنيه زي ABB وزي سيمينز وتحط مارجن خمسمائة جنيه او متين جنيه فتقدر تنافس وتكسر لكن ما تفكرش في حاجة غير كده يعني ما تفكرش في حاجة دي ممكن تفكر فيها بعد كم سنة ما تشتغل خمس عشر سنين في الفيلد وتعرف الدنيا فيها ايه لكن لو انت جاي تبتدي كستارت اوب ما تفكرش في حاجة بعيدة عن الكلام ده عشان كده نددكو الامثلة دي او تفكر في مكان تسلم او كلام من هذا النوع طبعا الكلام ده صعب المنافسة فيه برضو قوي ف يعني الستارت اوب مهم اوين ان انا هفكر في ايه الفكرة مهيش فكرة علمية بس فكرة علمية وتجارية لازل تكون نكحة من ناحيتين منتهاء اللي انتو عرفته عرفته ازاي تشتري الكمبوننس وازاي تطبع البي سي بي وتكلفتها كام وتحول الفلوس ازاي انتو عرفته جانب كتير من الموضوع فانقص الجانب اللي انا بتكلم عليه ده اللي هو برضو عشان ما نيجي نختار انا ما عنديش منع اساعد اي حد طبعا وانساعدت الناس كتير قبل كده فعلا في هذا الاتجاه لكن ارجو بس التراوي في اختيار المنتج وانفاق الفلوس بتاعت والدك ولا بتاعت اعمامك ولا اي حد من الاسرة ما تبعزقهش بسهولة يا لان لان هي احتصرف كتير هترجع بعد كده طول اخذ شقة شيك في المهندسين ولا في الدقي ولا في المعادي وتعمل فيها شركة وبتاعة تصرف فلوس العيلة كلها على الشركة طبعا في ناس كتير طلعت والدها كان صاحب شركة كبيرة في أبليكيشن تاني ففتح له فرع في الأبليكيشن بتاعه خير وبرك دي نموذج بسطارتة أو بسهل مش محتاج مشاكل يعني بس ايه يعني خلي بالك ان انت لما تشين مسؤولية فلوس لازم تفكر فيها كواس عشان ما تخصرش الناس اللي دفعت لك الفلوس دي اي امكانك دي بقى جايبها بتمويل جايبها من الاسرة جايبها منين يعني لكن انا مشجع للتجاه ده انا مشجع للتجاه ده ان الناس تطلع تاهم الأبحاث وتاهم الشركات وتاهم ديزاينز محلي بس يا حبازة لو يكون معك واحد اكبر شوي يعني ممكن يكون ثلاثة اربعة من الدفعة معهم واحد اقدم شوي انا شفت الناس فعلا عملت كده دي كتنجح الامثلة يعني طيب المهم احنا دلوقتي عايزين نتكلم على جهاز الديجتر لي ونتكلم على جهاز الارتيو او اللي بي يناظره شوية البيلزي التلاتة اجهزة دي فيها حاجات مشتركة واغلب الاجهزة اللي زي كده فيها نفس الكلام هيبقى فيها كارت سي بيو لازم وكروت اي او وفيه كارت في الاخر يوزر انترفيس دول غالبا بيبقوا مونتد على راك الراك ده فيه باك بلين باك بلين كارت عمودي عليهم بيركبوا فيه دول في سلوتس الاي او ده متكرر كزا مرة حسب عدد الانبوت اوتبوت اللي في السيستم والسي بيو ده انترفيسد مع كروت الاي او دي واليوزر انترفيسد في الاخر بيبقى انترفيسد برضو مع السي بيو ويتكلم عليها الاجهزة اللي انا بتكلم عليها كلها التلات اجهزة دول اللي هما RTU PLC Digital Lay التلات اجهزة دول مشابهين لبعض في الستراكشور جدا الستراكشور مش هيخرج عن المنظر ده فاحنا عايزين نتكلم شوية على الستراكشور بتاع الدوائر دي وازاي ان انا نعمل جهاز بهذا الشكل زي يصمم جهاز في مالتي كارز بهذا الشكل مش مالتي كارز عشان هو احنا صعب نعمله في كارت واحد لا ممكن لو في الامبوتس دي عددها قليل واليوزر انترفيس بسيط ممكن اضم دول كلهم في برضو واحدة كبيرة بس الدزاين ده مش موديولر ما تقدرش تكبر به يعني عشان تكبر وتبتدي من اربعة امبوتس وتوصل بعض الاجهزة بتوصل بانتين ستة وخمسين امبوت او او اوتوت فبالتالي عشان تكبر بعدد الامبوتس بهذا الشكل الحل الوحيد انك تكون موديولر بالشكل ده يعني الستراكشور منظم وتحط كارت كل كارت فيه ستتاشر امبوت وعايز تضيف كروت تانية تحط امبوتس تاني الديزاين بتاع الكلام ده فيه فيه شوية كلام عايزين نقوله بس الاول انا عايز ارجع للايه للكام سلايد بتوع الديجيتار لايه دول نعرف ناخد فكرة عنه اكتر يعني دي شوية موصفات سريعة ده شكل الجهاز اللي احنا انتاجناه فعلا وبعناه وركب منه تنمي الجهاز في شبكة الكهرباء بنعمل واحد تاني احدث منه دلوقتي دي الخاص بتاعته طبعا الخاص اللي يفهمها اكتر بتاع الباور لكن الان راجب لوكينج معناها هنا فيه نقطة مهمة شوية فيه موزعات كانت في منطقة في الوادي جديد الموزع ده بيفصل عند كارنت معين الكارنت ما يزيد عن حمل معين وعادة بيعملوا الكارنت ده ان هو بيبقى بحيث ان هو لازم يطلع فوق الاولاني ويكمل ويطلع فوق الثريشولد التاني عشان تبقى زيادة في الكارنت لان في حالات تانية هتاقي بيطلع وينزل على طول لكن ممكن يطلع فوق الثريشولد وما يكونش وبيمثل عطل والكارنت العالي عادة بيمثل شورت سيركت شورت سيركت زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان عطل الكابل ماشي في حصل شورت سيركت فالكارنت لحد هذا الشورت سيركت فيه عطل يعني الكابل ماشي كده وبيعدي على محولات ويرجع تاني ويكمل كده وبعد هنا حصل شورت فالكارنت في الحتة دي كلها هيبقى عالي زي ما قلنا المرة اللي فاتت وبالتالي لازم افصل المنطقة اللي فيها العطل الوحدها وحاول احل العطل فين دي الحتة اللي فيها العطل دي بين محولين هنا وهنا اغزي ده من ناحية واغزي ده من ناحية واطلع الكابل ده بره المنظومة خالص فالشورت سيركت ده هيعلي الكارنت هل ممكن الكارنت يعلى بدون ما يكون فيه شورت سيركت وده السؤال اللي احنا بنسأله ده الوقت والسؤال ده جابه مناسبة كلمة الين راش الين راش يعني لما يكون موقع فيه شوية مواتير كتير المواتير ساعة لما بيحصل ان الموتور يقوم بيبقى الكارنت عالي للحظة بسواني هيكون فيها الكارنت عالي وبعدين ينزل تاني تلاحظها في التكييف عشان كده ممكن تساعد كتير الفيوز بتاع التكييف اللي في البيت عندك مثلا يضرب بسبب حاجة زي كده سبب انه انه هو ما استحملش الين راش كرد فالفيوز المحطوط معمول حسابه على الرانينج فيز لكن مش معمول حسابه فكل ما تيجي تقوم التكييف يروح الفيوز ضارب يروح الجهاز فاصل ما يشتغلش فالحل ايه انك تجيب له فيوز اعلى شوية عشان يستحمل الين راش كرد اولاك تعمل حاجة زي اللي احنا هنعملها دي طبعا ده صعب ان يتعمل على كل جهاز التكييف الكلام اللي حصل اللي انا بقوله الجهاز يقوم ويفصل دي حصلت في محطة في الوادي جديد موزع في الوادي جديد فيه مواتير كتير فنسبة الين راش كرد فيه عالي فكل ما يقوم الين راش كرد يروح الدجتر ليه فاصل يروح واقف الحمل من الشغال فقالونا عن المشكلة دي فبعدت ناس تشوفها فعملنا حاجة اللي هي نوع من الهارمونيك اناليسيس واكتشفنا ان الين راش كرد ده بيبقى له هارمونيك باترن غير الهارمونيك باترن بتاعة الكرد العادي نسبة معينة بين الفندامينتال والساكند هارمونيك لو عدت ثريشولد معين اعرف ان ده اين راش كرد فلما نعرف ان هو اين راش كرد ونلاقيه عدت ثريشولد ما افصلش لكن غير كده افصل فانت حددت الكريتيريا تفصل بيها على اساسها عشان كده ممكن يكون المعلومات مهمة والكلام النظري اللي انتوا تخدوه مهم ان انت تعرف الكلام ده وتعرف امتى تعمل كده وامتى تعمل كده وامتى تاخد قرار في المنظومة اللي انت عاملة فانا عايز اقوليكم اديه الموضوع مش بسيط يعني موضوع ان جهاز زي ده ياخد قرار ان يفصل ما هوش مجرد ان الكرن تعدى اثر وبالتالي عشان نعمل هارمونيك اناليسيس لازم نعمل FFT الكلام انتوا خدتوه السنة للفاتت من غير ال FFT وكان السنة للفاتت اقترحنا على الضفعة انها تعمل FFT using FPGA ايه تيل مش ساهمة مش ساهمة سامنا على الترمين وعملنا ال FPGA في الترمين التاني بس لكن ال FPGA طبعا على FFT وطبعا FPGA نصد انها تنضم الدوائر الديجتر اللي في الاخر ويبقى دوائر واحدة في الاخر او ممكن تعملها صوفتوير بس طبعا هيبقى ابطأ شوية FPGA مستن وهيبقى أصف فدي احد الحاجات يعني بتبين قدين الاناليسس مهواش زال في كلام تاني تفاصيل تانية كتير مفيش مقام لها دلوقتي يعني ف في كلام كتير بقى البريكر هيلث والزيت بتاعه وانت ازيت يعني في شوية كلام ظريف تاني كل دا بيستنتج من الاناليسس بتاعه فيه إيفنت ريكوردينج إيفنت ريكوردينج ان انت تسجل كم مرة الكارن تعدى ثريشولد وكم مرة فصلت وشكل الويف فورم بتاعة الكارن ساعة ما فصل قبل ما يفصل بخمسين سايكل السايكل اللي هي العشرين ميلي ساكن بتاع الخمسين هيرتز كم سايكل قبل الفصل وكم سايكل بالطبع هتعرف ازاي تخزن كم سايكل قبل الفصل سؤال سهل يعني الناس اللي بتادي تفهم يعني صوفتوير وهاردوير وكلام ده الكلام مش صعب قوي لو انا محتاج اخزن الويف فورم بالكامل بتاعة خمسين سايكل قبل الفصل اه يبقى انا دايما هخزن خمسين سايكل وكل ما يخلص الخمسين سايكل ارجع اكتب عليهم تاني فيبقى عندي دايما اخر خمسين سايكل صح؟ يعني عمل اخزن طول ما انا ماشي عشان يبقى عندي اخر خمسين سايكل فهو افضل اخزن بفر طوله خمسين سايكل كل سايكل مثلا فيها ستاشر سامبل ولا فيها كم يبادي تمنمائة سامبل تمنمائة سامبل يبقى انت مخزنهم على طول كل ما يخلصوا تبطيق تكتب من اول تاني بحيث يبقى دايما عندك اخر تمنمائة سامبل اللي هي اخر خمسين سايكل فلما يحصل القرار بتاع الفصل فترجع تاخد البفر ده وتكمل عليه وتخزن بقى مدة بعدها عشان تاخد مدة قبلها ومدة بعدها وترسم الويف فورم على الكمبيوتر اللي هيتصل بالجهاز ده وتبين السايكل زي شكلاه كان ده طبعا مهم جدا للناس بتاعه باور انه هيشوف الاناليسيس بتاع الويف فورم شكلها ايه قبله بعد الفصل ده كلام بيتكلم ان انت بتقيس في المحاولات دايما تعمل باور اناليسيس وهرمونيك اناليسيس في غرف المحاولات اللي احنا اتكلمنا عليها ده شكل الاسكادة دي شكل اسكادة حقيقية موجودة دي شاشة بتاعت اسكادة بيبقى مرسوم فيها شكل المحاولات يعني كل واحدة من دول مما تكبرها تطلع هي نفس الرسمة اللي كانت مرسومة من شوية اللي فيها المحاول وبيتبين بقى النقط اللي موجودة عليها هل اللي فيه فولت اخضر ولا احمر بتبين الليدز والمعلومات كلها على الخريطة دي اللي هي خريطة اشبه بخريطة شبكة الكهربائي دي شكل الشاشات اللي بيظهر عليها اليفنس شاشة بتاعت الجهاز نفسه بيظهر عليها اليفنس او شاشة الكمبيوتر لما اتوصلها بالجهاز السيري اللي يتاخد منه او ويف فورمز بهذا الشكل دي الوف فورمز بتاعت في الحالات العادية وفي الحالات طبعا بيبقى بقى فيها الكارنت العالي والكلام طيب هنرجع لفايل تاني نهاردة هتحرك معاكو شوية بين الفايلز عشان اجيب معلومة من هنا ومعلومة من هنا ده فايل احنا اخدناه في الترم الاولاني انا عاصد بس اجيب الرسمة دي افكركوا بالرسمة دي كانت ايه دي كانت فيها ديكودر تفصيلي شوية للانترفيس مع مايكرو بوسيسور من ال886 فاميلي او من الفاميلي بتاعت الPC فهنا الافضل ان انت بتقسم الادرس لاينز اللي عندك اللي هما كانوا عشرة ادرس لاينز فكنا بنقسمهم نحط منهم خمسة على الديكودر الاولاني وده ديكودر رئيسي بيختار عدد من الديكودر بعد كده يعني خارج منه تمانية انابلز ده ديكودر تلاتة لتمانية فخارج منه تمانية انابلز كل واحد بي انابل ديكودر تاني بهذا الشكل والديكودر التاني فيه انواع من الديكودرز بتبقى متقسمة ده ديكودر اربعة ستاشر كل واحد منهم بس واحد شغال مع الانبوت واحد شغال مع الاوت ده الكلام اللي احنا كنا وصلنا له مرة من الفاتحة ايه لازمة الكلام ده دلوقتي عشان الستراكشر بتاع الكروت دي ايه النقطة الفاصلة اللي بين السي بيو بين كروت الاي او يعني ده انترفيسة ده ادرس ديكودر هحط ايه منه وفي انهي كارت طبعا التفكير الاولاني انك ممكن تحط الديكودر كله في كارت السي بيو بكل الديكودرز بتاعته المرحلة الاولى اللي هي على الشمال ومرحلة التانية اللي هي العالمين تحط كله في السي بيو والسي بيو يطلع منه الانابل بتاع البورتس كلها سواء او او اوت لكن ده طبعا مش مناسب فالحل ايه الحل ان انا احط الديكودر الرئيسي بس هو على السي بيو اللي هو على الشمال اللي هو ثلاثة لثمانية والديكودرز التانية كل ديكودرز زي ده في موديول الاموت 416 في موديول الاوتوت 416 اخدهم على الكروت الاي او يبقى كل كارت الاي او عليه الديكودر التاني ده والديكودر التاني بتاع اول كارت واخد من الاوتوت الاولاني بتاع الديكودر الاولاني والدهيكودر الثاني الى الكارت الثاني واخذ سيليكشن بتاعه من الاوتوت الثاني من الديكودر الاولان يعني الاوتوت الاولان من دهكودر الاولان بيشارع على الادرس معين اللي هو 300 هكس الاوتوت الثاني من الديكودر ده 320 هكس ف300 هكس ده رايح للكارت ايقول الاولان اللي في الادرسipt من 300 ل320 واللي بعيده من 320 ل340 وهكذا يوقع كل كارت فيه عليه مجموعة من الادرس Hawaiian بحدد من الادريس منها على الديكودر الاولاني اللي هو موجود على الكارت السي بيو الرئيسي فالكلام ده ده طريقة مناسبة ومنسمي الاوطن بتاع الديكودر اللي هو ال300 هكسة ده ال300-320 بنسميه كارد سيلكت يعني نسميه في الحالة دي بأنا بطلع من هنا بطلع من هنا مجموعة كارد سيلكت واحد رايح هنا واحد رايح هنا وهاكسة هو اطلع منه هنا بكارد سيلكت الكارت الاولاني وكارد سيلكت الكارت التاني والتالت وهكسة دي دي فكرة مناسبة للادريسيز طيب الادريسيز اللي هي اي وان لحد اي فور اللي هي الادريس لاينز اللي هتختار من الستاشر اوت بورت او ستاشر ايمفوت بورت اللي هيبه موجودين في كارت الاي او الاربع دول دول مكانهم الرئيسي كارت سي بيو يعني الادريس لاينز كلها خارج على كارت سي بيو فالادريس لاينز دي هل ماشيها على الباك بلين؟ انتم تخليين شكل الباك بلين؟ شكل الباك بلين بيبا كارت اعمل كده؟ انتهي لي واريته لكم مرة اللي هو عليه سلوتس كل سلوت راكب في كارت وفي لينز ماشية بين اللي سلوتس دي دي هيبقى من ضمنها الادريس لاينز والداتا لاينز الادريس باس والداتا باس ليه لان السي بيو هو اللي بيخرج زي ما بيخرج الكارت سيلكت ده هيخرج معاه الادريس باس اللي هو يخش على الديكودر الفرعي اللي هو في الكارت الاي او والداتا باس برضو هيخرج من هنا ويروح على الكارت الاي او عشان الداتا دي هي اللي تحمل الداتا اللي هتروح او تحمل الداتا المقروقة من الامبوت بورت يبقى الفزورة التانية يعني الفزورة الاولية نقسم الديكودر ازاي ونخط منه ايه هنا وايه هنا دي فزورة المرة اتنين هل في مشكلة ان انا ماشي الديتا باس والادريس باس او لاينز منه على الباك برين دي بقى سواء المهم لو حد عرف اجابته يبقى ايه حال في خطورة ان انا ماشي الديتا لاينز والادريس لاينز على البيك برين خلي بالكم ان انا ممكن يكون عندي الكارت الاولاني CPU وستة سبع كروت تانين IO يعني معناها الادرس لاينز والداتا لاينز ماشيين بطول كارت الباك بلين اللي هو كارت عريض بهذا الشكل هو عرضة للنويز طبعا لان هو ماشي على سطح البي سي بي ماشي على سطح البي سي بي وادرس لاينز وداتا لاينز فعرضة لأي نويز تيجي تغير الداتا اللي بتتنقل اللي بتتقري من ال او بتتبيعة ال او تغير الادرس اللي انت رايح تقبل فالادرس والداتا دول المفروض انهم بيمشوا على الكارت ولازم يراعوا وراعادوا عين زي هنجي نتكلم في حصص البي سي بي هنجي نتكلم عنها لازم لهم رعاة فمختاش في كارت هيمشي بطول السيستم كله وعمال عرضة لأي سبايكس ما احنا مش عمال نتكلم الحصص اللي فاتت على سبايكس اللي تيجي ونعملها ازاي طب انا نفتح لها الادرس باس والداتا باس بالكامل بهذا الشكل طب ايه الحل اللي بتعمله الحل اللي بتعمل ان انت تعمل لهم بافرينج قبل ما تطلعها فالبافرين ده خلي بالك الداتا باس ده باي دايريكشنل يبقى عشان تخطله بافر يبقى لازم تخطله باي دايريكشنل بافر المنظر ده بيسمى باي دايريكشنل بافر الالمنت دي اسمها ايه دي ترايستيت بافر اكيد شفتوا المنظر ده قبل كده ما احنا تكلمنا عليه في الترم الاولاني فترايستيت بافر في الاتجاه ده وترايستيت بافر في الاتجاه ده وبرال مع بعض وانيبل الاتجاه ده لما تكون في حالة ريد وانيبل الاتجاه ده لما تكون في حالة ريد يبقى استخدم الاي او ريد والاي او ريد هستخدمهم كانيبل للاتجاهين والبافر ده في منه تمانين لو عندي تمانية داتا باس او الاكسترنال داتا باس اللي هو بيروح للأوتوت هو الانبوت بورس لو في منه تمانية يبقى فيه تمانية من دول في موديولا. طبعا في موديولز كتير فيها الكلام ده. اي سيز جهزة كتير بتبعت الكلام. فالبحيس ان هنا الديتالاين اللي ناحية السي بيو وهنا الديتالاين اللي خارج على الباك بلايه. والميس اللي بقى التمانية كلهم كده والتمانية التانين كده. استفدت انا ايه كده? استفدت ان لو جات نويز على اللاين اللي خارج من كرت السي بيو. ما تأثرش على السي بيو نفسه. يعني اللاين ده هيبقى كونيكتد للسي بيو في لحظة. نانو ساكند. شوية نانو ساكند. في الانبوت اوتبوت سايكل. لكن اغلب الوقت دي معزولة عن الداتا باس. فالنويز يبقى ما وصلتش للداتا باس الرئيسي وبالتالي تلخبط الابريشن بتاعت السي بيو كلها. يبقى لازم لما تيجي تخرج الداتا باس من كرت سي بيو تروح على كروت اي او. يبقى لازم تعملها البفرين ده قبل ما تخرج. وبعدين النقطة دي بقى هي اللي تخرج تروح للكروت كلها. واللي هيميز هي رايحة للكرت ده ولا ده? هو الكارد سيليكت اللي احنا قلناها بيه. ماشي? هو البفرين المقصود بيها العزل. انك بتعزيلي اللي خارجة انها لو تلقت اي نويز تعزيليها عن السي بيو. دايما السيستمز اللي فيها سي بيو بيبقى كل البروتكشن هدفه انك ازاي تحمي السي بيو ان يحصل له مشكلة. ان السي بيو لو حصل له مشكلة معناها الدنيا كلها بازت. لكن لو كرت بنكروت الاي او باز هالشي دي وتحطي واحد مكان. والسي بيو هيفضل زي ما هو والبرنامج هيفضل زي ما هو. طيب الادرس باس اعمل في ايه? الادرس باس مختلف عن الداتا باس. الداتا باس دي حاجة بتنقل الداتا في اتجاهين اغاية واكتابة ولازم عاملها الادرس باس. الادرس باس بيبقى طبيعته انه هو خارج آآ من السي بيو. وخارج الادرس باس بهذا الشكل. طبعا احنا هنا في المسال اللي كنا بنتكلم عليه الادرس باس تونتي بيتس لكن عشرة منهم بيخرجوا على الادرس بتاع البورتس. ففي عشرة من الادرس باس. نص الادرس باس هيطلع ويروح للبورتس التاني. برضو لو طلعتوا زي ما هو مشكلة. فاحنا هنا ما بتخطش بفر لان ده مش مش باي داريكشنال بفر وماشي في اتجاهين ده ماشي في اتجاه واحد. فالحل التقريدي اللي بتعمل هنا انك تخط لاتش. يعني مجموعة من اللاتش استغطي بتاعة الادرس. احنا في المسال اللي كان موجود هنا دلوقتي. المسال اللي كان موجود هنا كان فيه اربع ادرس بس اللي خارجين. اللي خارجين من السي بيو ورحيين الكروتس التانية عشان يختاروا ما بين البورتس الموجودة على نفس الكاتل. يبقى الاربع اللي خارجين دول محتاجين يعني 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 دخل هنا وخارجة هنا والكلوك بتاعتها بحيس انها اخد الاربع اللي خارجين دول هما لمشيهم على هما اللي مشي الاربع ادرس لاينز اللي خارجين من هي لمشيها على لنفس السبب. عشان لو حصل عليها اي حاجة ما تبوزليش. لان الادرس بس ده اللي رايح بين الميموري وبين الداة من الميموري وبين كل حاجة هو اللي بيعمل كل حاجة. فده لازم احميه عم بقدر الامكان. يبقى في فيه هنا لما تصمم سيستم بهذا الشكل انك لازم تراعي ان اللي هي ربط بين الكروت كلها لازم يكون فيه ادرس بس و داتا بس بفرد عن الادرس بس و داتا بس الرئيسي اللي في كارت السي بيو. ما هو هو الاتنين دول مش هشتغلوا مع بعض. ده بيشتغل في جمل الامبوت و ده بيشتغل في جمل الاوت او العكس. اه فجملة الامبوت بياتنين للداتا كده بس. جملة الاوت بياتنين كده بس. فالاتنين عمرهم ما يشتغلوا مع بعض. عطينا لازش عشان انا بنقل الداتا في اتجاه واحد. وبخزن الادرس ساعة خروجه للاوت او الامبوت وسبته على اللاينز دي. وطن اللاينز دي هي اللي تتحرك على الباك بلين. فاللي بيتحرك على الباك بلين ما هواش ادرس باس حقيقي. ما هو الشاي للتغييرات كلها بتاعت الادرس باس. خلال الفتش اكسكيوت سايكل انه هو بينفز جملة او بينفز الانستراكشن. ورايح جاي مع الميموري. لا انا باخد بس لحظة جملة الاوتبوت او جملة الامبوت وااخد منه الادرس لينز دي. واسبتها على قيمته. الباك بلين ده هو وسيلة الكنيكشن انتركنيكشن ما بين الكروت السيستم. الكروت السيستم عند الكارت سي بيو عند الكروت اي او. كل كارت عليه ستاشر كروت. مسلا. انا بنقل الاداتا من من الكارت الرئيسي اللي هي اي ادرس وداتا. السي بيو للكروت التاني. فلما نقلها بالشكل ده معناها الكروت دي ماشية بطول الكروت. اللي هو ممكن يكون باك بلين كارتا قد كده مسلا. فكله ماشي عليه داتا سنستف جدا لاي نويز واي سبايكس جاية من ومحطوطة على وش الجهاز بحيس ان اي حاجة بتتحق يعني اي سبايكس اي نويز هتيجي اول حاجة تخبط فيها هي الادرس باس وداتا واسم. طيب دي نقطة تانية يبقى احنا دلوقتي تكلمنا على شوية او ازاي ان انا افكر. خلي بالكو احنا بنتكلم في الكورس كله ازاي نفكر. انا مش بجيب مشاكل هي المشاكل الوحيدة الموجودة في الدنيا. لكن بنحاول نتعلم ازاي نفكر. فهنا ازاي افكر ان انا ابني سيستم. السيستمز اللي هي التلاتة سيستمز دول كلهم فيهم نفس. طب ايه الفرق بينهم. الديجتر لي الاي او فيها يبقى فولت وكرت. ده جهاز بعمل بروتيكشن. الجهاز هم حطت كهرباء. طبعا كله هيتحول لفولتج في الاخرى عشان يخش على او ديجتر توانيل كونفيرتر. يعني كلها يخش البروسيسور كفولتج ويخرج كفولتج. لكن في السيستمز التانية بيبقى فيه 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 معينة بتقس منها الحاجة اللي انت عايز تقسها. وتاخد الداتة دي فيها منسوب بتاع الترعة. فيها اي سيجنل بتمثلها عايز تمقلها. وتبعتها للآي او بورس فهبتبقى سيجنلز بهذا الشكل. ايا كانت السيجنلز فالسيجنلز دي كلها لها سيجنل كونديشن. لها ادابتيشن زي ما قلنا امبليفاير وفلتر واحيانا بعض حاجات تانية بعض دواياف تانية. فكل ده بيبقى موجود مع الامبوتس المناظرة على نفس الانترفيس كارد. الديشتر لي هو اجهاز زي الارتيو لكن مخصص للكارنت والفولت. الارتيو هي اجهاز بيقرأ اي نوع من الامبوتس في مكان بعيد وبينقلها عن بعد. ريموت ترمنال يونت. البيل سي هو اجهاز ممكن يركب طبعا زي ما راكب عندوك في المعمل تحت ان انتو في حاجة لوكال على الترابيزة على البنش الموجود ده بتاخد داتا وتطلعها من البنش رايح جاي. فما فيش داتا عن بعد ولا حاجة. لكن البيل سي ينفع يتحط عن بعد. طب ايه الفرق? يعني البيل سي وفيهم كنترول. يعني فيه مهمين بيشتغلوا في اي يونت من دول. ان فيه كمميكيشن وفيه كنترول. انت حطت ريموت يونت بعيدة. فالريموت يونت دي لازم عشان تتصل بالمين يونت لازم يكون فيه كمميكيشن. وممكن يكون فيها كنترول انها تقوم بكنترول تاسك زي انها تقف البوابة او تفتح بوابة عند الترع مثلا. ففيه كنترول تاسك بالتام. لو انت بتفكر في كنترول يبقى البيل سي انسي. لانه هو programmable logic controller. فهو فيه انواع الكونترول تاسك الموجودة. فيها اه 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 بروبورشن بلاس انتجرال اه اه دفعان دي اي دي كنترولر. فيها اون اوف كنترولر. فيها كل انواع الكونترولر. البيل سي. الارتيو ما فوش. لكن البيل سي في برضو بعض الموديولز بتاعته كمميكيشن. لكن الارتيو ميملي هو كمميكيشن ديفايس. ففيها تلاقي فيه موديمز كتير فيها انواع من الكمميكيشن مختلفة وايرلس وايرد وكل حاجة. فيبقى انا لو لو الهدف من اليونت اللي انا احططها دي كومميكيشن يبقى الارتيو هو الانسر. لو الهدف من اليونت اللي انا احططها كنترول يبقى البيل سي هو الانسر. لكن اللي التاني يصلحه لان فيه ميرجينج ما بين الفيتشورز بتاعتهم اغلب الوقت. لكن التلاتة بيتكوروا من ديفايس بهذا الشكل. ممكن يزيد عليهم كارت اتصالات او كوميكيشن. مفهوم الكلام ده ولا فيه موسكرا. طيب هنا عند النوطة دي تفضل اللي نانان اللي فائل تاني نعم. لابدوا بمعمل الكنترول هتاخدوه اظنه في الترم التاني معمل الكنترول في نوعين مختلفين من PLCs واحد من سيمينز والتاني معرفش منين مش فاكر يعني منين انما بيتعملوا عليهم تجاره PLC في الترم التاني انتوا بتكونوا خطوا ولا بتعملوها في سنة ربعة مش فاكر الحقيقة مين اللي في تلتة ومين في ربعة معمل الكنترول شغال في تلتة وربعة بس احنا من الاهداف اللي نقلنا بيها بعض المعامل الترم التاني في سنة تالتة يعني سنة تالتة الاصل ان المعامل بتاعها في الترم الاولاني بس الدكاترة بتاع الكنترول والويفز والكوميكيشن قالوا المعامل بتاعتنا كلها تتدرس نظريا في الترم الاول عايزين هناخدها في الترم التاني فخليت الترم الاولاني كله والكمبيوتر والترم التاني التلت تجارب دول بحيث انها تبقى في المعامل دي وبعدين في سنة ربعة اخدوه في الترم الاولاني تاني تاخدو نفس المعامل تاني اللي هي الخمس معامل بقى هنا هنتكلم عن هنتدي نخش شوية في الانترنت of things بس انا اخترتها لان انا حس ان الحصة دي مكادش هتكفي يعني زيادة عن المعلومات اللي انا قلتها شوية فمحتاج اكملها بحاجة تانية فقلت اخد الفايل بتاع السكادة او الاي او تي سكادة او ما يسموه اي اي او تي اندسترال انترنت of things فهنتكلم في المستع الباقي دي على اندسترال انترنت of things فهناخد فيه فايل يعني من السلايدز اللي عندي فيه الكلام ده ده اول سنة الحقيقة ادخل الفايل ده معنا يعني وشوية الفايلز الاخرى بتاعة الاي او تي الاي او تي ما هي الا طريقة تخدم مع السكادة اسكادة يعني سكادة سيستمز زي ما احنا شايفين من الامثلة اللي ضربناها بتاعة مية نهر النيل وبتاع الكهربا ان فيه communication بيحصل عبر مواقع كتير والcommunication ده ممكن يتم باجهزة مختلفة من ضمن الاجهزة دي طرق communication هتكون انترنت of things او based على الكروت المخصصة الانترنت of things احنا في حصة تانية هنحاول نتكلم فيها عن انواع الكروت دي وامثلتها والفروق بينها وتختار دي امتى وتختار دي امتى لكن النهاردة هنتكلم شوية بمعنى اوسع شوية ايه امثلة الـ industrial iot او industrial internet of things فهي دخلها امن اللي التطبيئ الرئيسي بتاعها هو الاسكاذ بتكلم فيه على الصوبة والتحكم في الصوبة ازاي يتم باستخدام اي 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 او تي مع سكادة سيستم. انه ناخد فكرة شوية الاول يعني صوبة ويعني سكادة بالنسبة للصوبة. الصوبة بتبقى الصوبة اللي في مصر كلها اللي بيزد عليها المشروع ده بتبقى اربعين في ستة وتسعين. اربعين متر. ستة وتسعين متر. لو اعتبرنا ستة وتسعين دي يبقى تقريبا اربعة تلاف متر. يعني فدان. تقريبا فدان. وبتبقى الصوبة جنب بعض. كلك شفت الصوب طبعا متغطية بالغطى بتاعها وفي فتاحات والكلام ده هنتكلم عنها شوية. فممكن يكون في عشر صوب جنب بعض وبهذا الشكل. ومعاهم غرفة تحكم واحدة. غرفة تحكم واحدة شايفة العشرة. وبتتحكم فيهم. بتحكم فيهم يعني ايه? تضخ مياه امتى? تضخ قسمدة امتى? تسخن امتى? تبرد امتى? تسخن وتبرد ازاي? تسخن وتبرد بالهويات. فيه الجدار الصوبة فيه هويات بتتفتح وتتقفل. فيتدخل هوا من برد جوه حسب الحرارة بره والحرارة جوه. ففيها شوية اياسات وفيها شوية كنترول. وفيه الراجل اللي قاعد هنا لازم يكون راجل فاهم زراعة كويس. الراجل اللي قاعد هنا ده بيبص على الكمبيوتر ده هتتعرض له الداتا كلها. كل الاياسات اللي جاي. وهو اللي يقول نفتح الهواية نزود الحرارة نقص الحرارة. طبعا فيه برامج بتعمل الكلام ده اوتوماتيك. البرامج دي ما لسه مش موجودة في مصر حسب معلوماتي يعني. وان الادارة بتتم اه يدوي عن طريق مش يدوي يعني فولي اوتوماتيك. اه سيمي اوتوماتيك بحيث انها بتاخد الداتا كلها وتتعرض على الشاشة. الشاشة اللي احنا نكلم عليها تبقى شاشة بتاعة سكادة. سكادة يعني ايه? يعني الشاشة بتاعة الكهرباء بتعرض الداتا بشكل يفهمه بتوع الكهرباء. الداتا بتاعة المية بتتعرض بنفس الشكل. فهنا برضو الداتا بتتعرض بنفس الشكل. كرفات بتباين الحرارة والضغط والمستوى للتسميد ومستوى المية. مستوى الاياس الكلام ده وانه هو بيمثل مرض للنبات ولا لأ. وبالتالي اه داتا بيز عن الامراض وانت عربت من مرض معين ولا لأ. وبالتالي تاخد الداتا دي وتحاول تعرضها وياخد القرار فيها انك تمشيها تمشي الكنترول عليها ازاي. ده باختصار الصوبة الزراعية والتحكم فيها. فهنا بيبقى فيه اه كمبيوتر. وفيه كنترولر فيه كنترولر موجود في كل صوبة. والكونترولر دي كلها متصلة بالاه بالكومبيوتر ده. والسنسورز الموجودة جوه الصوبة في منها جوه الصوبة ومنها بره. ففيه weather station. weather station جوه الصوبة وفيه weather station بره. عشان تعرف الحرارة والرطوبة والكلام ده بره شكله ايه وجوه لصوبة شكله ايه وبالتالي تقرر تفتح ولا تقفل الهويات في مجرى مائي هنا عشان الري وفي مجرى تاني عشان التسميد وفي مواتير بالضخ الماء والتسميد وفي مواتير عشان تفتح البوابات ففي شوية control circuits برضو هي input output مع CPU رئيسي بياخد ال data تناقل ال data بين اطراف السيستم جوه الصوبة او بره الصوبة يا حبازة لو كان لاسلكي مش كده يعني لما تملى الدنيا دي كابلات لما تملى الصوبة دي كابلات من جوه ماشية كابلات data وكابلات power وكابلات ماشية وتختارق بقى الجدار بتاع الصوبة وتطلع بره عشان تجيب ال data بتاعة الوزر ستيشن اللي بره الكلام ده طبعا كله مكلف جدا اغلى حاجة في السيستمز اللي زي كده الكابلات زي ما قلت لكم قبل كده فكل ما قدرت تخلص من الكابلات وتخط بدلها wireless module ياخد data اللي انت عايزها ليه تعتبر wireless sensor network ان انت بتاخد sensor network بتاخد من السنسور المختلفة وبتاخد data وبتبعث فهنا ده دور ال iot modules طيب احنا لو نقلنا كابلات ال data لانا خدت data يعني حيث وجد السنسور هيتحط iot وياخد ال data بتاعت وينقل wireless عند frequency cam وعند كلام ده كله هنتكلم فيه بالتفصيل بعد كده لكن فيه كابلات power الاجهزة اللي انت عايز تشغالها دي كلها عايز تبعت لها كابلات power عشان تدي power supply اللي يشغل الكارت ده او يشغل السنسور ده او يشغل الموتور ده فالكابلات دي هتعمل فيها ايه يبقى اول طريق تفكير ان انت خلصت من كابلات data وده كويس لانا كابلات data مع ال power برضو عايز precaution تانية انت لازل تبعيدهم وتعزلهم عن بعض لان دي كابلات power عالي قوي ودي كابلات sensitive لأي noise جيال فما بالك لو 220 volt فبالتالي كني خلصت من كابلات data تخدي ميزة مهمة لكن فيه فيه حاجة تانية مهمة ملاصقة للكلام ده ان انا اجيب مصدر للطاقة اغزي منه الكابلات دي فهم موضوعين متلاصقين مع بعض موضوع ال ai o t وموضوع ال energy harvesting اللي هو يعتبر احد مواضيع ال nano electronics ال energy harvesting المقصود انك ازاي من الجو تقدر تاخد ال energy اللي انت عايزها عشان تشغل بيها ال power اللازمة لل device المحطوط في الفيل ده طبعا الكلام ده نفسه valid لو بتتكلم على مزرعة كبيرة يعني ممكن بعض الناس ما تكونش عاملة صوت تكون فيه مزرعة كبيرة كذا فدان وعايز تعمل فيها automation لعملية الزراعة فيه فهيتقل فيه نفس الكلام بس كل نقطة هتحط فيها sensor او هتحط فيها actuator اللي هو حاجة بتمشي اللي بتشغل بقوة رية او غيره فتبقى بالتالي جنبها في energy harvesting energy harvesting يعني الطرق اللي تكتسب الطاقة من الميديا المحيطة بيها تكتسب الطاقة منين تكتسب من signalز بتاعة الواي فاي تكتسب تكتسبها من signalز بتاعة AM والFM بتاعة الراديو تكتسبها من من الحرارة درجة الحرارة منها الحرارة بتاعة الزرع نفسه او الحرارة بتاعة الجو او الحرارة بتاعة الكارت اللي انت ممشي فيه الطيار ده فدي امثلة وفيه امثلة كتير لل energy harvesting ودي حاجات سواء ال IOT او ال energy harvesting دي تخصصات جديدة ظهرت ولسه مش apply بنفس القوة في الماركت وهنا يبقى عندك فرصة للمنافسة كل ما كانت لسه حاجة في بدايتها في بداية التكنولوجي في بداية ظهورها زي ما قلت من شوية زي او يبقى الكلام هنا فالد ان انا ممكن ننفس لان انا ممكن اوصل لفكرة لسه ما تطبقتش او ما تنفزتش ونفز انا وبالتالي ممكن اسبق ونافس في الساب يبقى فيه فيه تخصصين هنا مربوطين ببعض الى حد كبير ال energy harvesting وال IOT التخصصات تدرس في القسم في مواد مختلفة ما بين مواد اختياري السنة الجاية وما بين مواد في الدراسات العليا وما بين مشاريع البكريليوس وما بين مشاريع اللي انتو عملتوها فالكلام ده موجود في القسم باكتر من طريقة رغم اللايحة قديمة لكن المواد دي ما بتخضعش اللايحة او دي حاجات اختيارية نقدر نعوض فيها اللي احنا عايزنا كويس فطبعا اسهل حاجة ان انت تحط solar cell تحط solar cell عند المكان ده تاخد طاقة من الشمس تشحن بيها بطارية والبطارية دي تغزي الدائرة أو بالذات لو كانت مطور او حاجة كبيرة فيه energy harvesting unit اصغر بكتير ممكن تناسب بعض الapplications اللي هو الIoT بتاعها قد كده ما فيش الاسنسور بسيط موجود يعني انت بتختار من طرق الenergy harvesting الطريقة المناسبة عشان تستخدمها مع المكان اللي انت تشتغل فيه ده باختصار شكل remote measurement او remote control اللي بيتم فيه كمبيوتر زي ده بيرائب كذا صوبة بيعرض البيانات بتاعتها كلها وياخد قرار في الاخد القرار ده ممكن يتاخد automatic وممكن يتاخد يدوي عن طريق واحد قاعد فاهم زراعة كويس ده يعني الوزارات المعنية بالموضوع واللي لاح شغله فيه هذا الموضوع واللي لنا كلها احتكاج بيها دي بيتكلم على الفيجن بتاعت عشرين تلاتين يعني الكلام مقروق متهالي البحض مش محتاجة اقراء تاني الرسمة دي ظريفة قوي بتبين عدد البيليون of IOT points الموجودين في العالم ووصل عددهم لكام فبيتوقعوا انهما في عشرين عشرين هايبو خمسين بليون خمسين بليون IOT connected device في العالم كل فبيباني الموضوع growing ازاي بشكل كبير هنا بيكلم على applications المختلفة home or consumer devices or home automation transport health buildings smart sets أو الابليكيشن بيكلم عليها وبيوزع عليها عدد النوتز المختلف برضو هنا بيتكلم علي applications بشكل ما مثال devices ممكن انتاخدوها وتبصوا فيها مش محتاجة شرحيا هي شرحة نفسها دا الارتيو يعني هي كلها بصور او باخرى نوع من الارتيوز بتجمع بيها داتا من مواقع مختلفة وتبعت الداتا دي اللي هي فيها computer network وبتعرض الداتا دي كل ما الداتا تكتر محتاج computer center ومحتاج data center تارض عليه داتا اكتر وسيرفرز وما الى زال يعني دي رسمة بتبين النقطة المهمة اللي لاز يكون متوفرة في بتعمله design هنا بيتكلم على definition بتاع industrial iot وال internet of things والعلاقة بينهم امتا دي تستخدم وامتا دي يتقل عليها كده وامتا يتقل عليها كده طبعا النوع ده من الinformation تكلك شاطرين فيه بتعرف تعمله search كويس وبتجيبوا الinformation دي ودي متهيالي بتشجعكم ان تتخشوا في مواضيع جديدة كتير هنا بيقول لك ان الدنيا عبارة عن data وthings وconnections يعني رسمة العشنال دي برضو بتقول شوية كلام رسمة فلسفية يعني اكتر منها اي حاجة هنا بنبين ان ال data دي لما تكون data كتير قوي انها ممكن تتجمع في clouds من النقطة المهمة لما نجي نتكلم على clouds من الوقت في حاجة انتشرت في cloud ان انت تعمل ما يسمى بتشبورت اللي هي بورد الكترونية وتعمل بها مراقبل كذا حاجة بعض الناس بعض المسؤولين الكبار اللي هو بيرائب نقط كتير من ال i o t وعايز يشوف تأثيرهم فممكن يشوف ال i o t اللي في الزراعة مع ال i o t اللي في الكهرباء مع ال i o t اللي في المية الى اخره ويجمع ال i o t دي كلها ب data ملخصة على دشبور طبعا الكترونية بحيث انك تعرض ال data دي كلها وممكن تاخذ من خلالها القرارات زي مثلا ايه زي مصنع ادوية في i o t ما فيه ضرب connection by o t تانية من جاية من الكهرباء تفصل الكهرباء عن المصنع ده وانت قاعد على ال دشبور يعني زي غرفة العمليات بتاعة الحرب كده بس غرفة عمليات لإدارة المرافق الداخلية في الدول هنا مهم قوي ان الكلاوز المشهورة في مصر هي بتاعة مايكروسوفت وجوجل والشركات العالمية وامتال انتو عندوك برضو متاح ان انتو تخشوا على ايميل طبع مايكروسوفت او جوجل الحقيقة الكلام ده بس خليكو حذرين في جدا يعني ما فيش داعي تنشر اي داتة مهمة لو انت بتعمل حاجة مهمة ما تبعتش بها ميل ده خالص take care يعني انا انا شخصيا بقول ان الكلام ده ماينفعش بالنسبة للأسات لان الاسات زي اغلب ابحث هم مهمة ماينفعش انهم يتبادلوا داتة عبر الكلاود فيه كلاود جوفرمنمنتل اه فيه كلاود جوفرمنمنتل عوجودة في بعض الجامعات وبعض المعاهد البحث العلمي بحيث ان انت لو عايز تستعمل كلاود زي دي تبعت عليها داتة مهمة زي ما نتكلم على قرية العددات مثلا دي من داتة التعتبر قومي لان فيها داتة مهمة كتير اوي اي نوع من العددات لان فيها داتة بتاعت الناس كلها وسكنين فين ويستهلكوا قد ايه كل دي داتة تعتبر مهمة اوي فمهم جدا ان انت تدور على كلاود مش كلاود امريكي او اوروبي او ما الى زلك وتخط الداتة بتاعتك دي من النقطة المهمة اللي لازم ناخد بالنا من هيا يعني احنا انا هنا مجمع شوية بس طبعا الكلام بتاعها واضح والمعنى بتاعها واضح كلها الرسومات توضحية بتوضح بطريقة او باخرى نفس الكلام اللي اتقال ما فيهاش حاجة جدا يعني دي كانت شوية معلومات تخص الاسكادة وتخص الحصة الجاية قدامنا موضوع من اتنين موضوع يا اما احنا كده خلصنا الجزء الاولاني من الكورس اللي هو بيتكلم على الامبيدد سيستم ديزاين والبريكوشنز بتاعته فضل لنا فيه حاجة واحدة اللي هي البي سي بي ديزاين نحاول نتكلم عنها الحصة الجاية واللي بعدها وبعدين يبقى فيه ثلاث محاضرات كمان على حسب الوقت شكرا